مع شديد الأسف يجب أن أقول إن قمة سخط المواطنين هي على أداء البلديات والخدمات وعلى سياسة البنوك والقضاء وكل ذلك موجود ضمن أرقام وإحصائيات بعد مخاض عسير بين النعم أو الله لبث المناظرات الانتخابية بين المرشحين الستة للرئاسة الإيرانية حيا على الهواء فقد سمحت الجهات الرقابية على سير الانتخابات في إيران بقبول بث الجولة الأولى من المناظرات بين المرشحين بشكل مباشر في دلالة واضحة لمدى التقنين والقيود المفروضة حتى على الذين من المفروض سيديرون دفة الحكم في البلاد اليوم استطاع المواطن الحصول على فسحة للنفوذ إلى الفضاء المجازي والعمل عليه وهو من إنجازات حكومتنا الحدية عشر التي من غيرها لكان ذلك الفضاء لا يزال مغلقا ويبدو بأن المناظر قلجرت في أجواء بلد عليها توزيع الأدوار جليا بين التيارين ففي حين كان مرشح المحافظين الأول إبراهيم رئيسي يطلق الوعود الانتخابية وبرامج إصلاحية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للإيرانيين كان المرشح الآخر لنفس التيار محمد قالباف يشن هجوما عنيفا على الرئيس المنتهية ولايته الإصلاحي حسن روحاني اسمحوا لي أن أكشف عن تعهد حصلت عليه من موقع الرئيس نفسه إضافة إلى تسجيلات صوتية وفيديوهات يتعهد فيه بإيجاد وظائف لأربعة ملايين عاطل غير أنه لم ينفذ ذلك وفي معرض رده على الاتهامات ترح روحاني أرقاما ونسبا قال بأنها مؤشرات إيجابية على إنجازات حكومته خلال فترة حكمه ولم يخلو كلامه من اتهامات متقابلة لقالباف بدعمه أحد الأشخاص المحكوم عليه بالإعدام في قضايا فساد فيما أكد المرشحون الآخرون على قضايا إطلاق المزيد من الحريات بحسب المرشح جهانجيري المحسوب على الإصلاحيين فيما ركز المرشحان ميرسليم وهاشمي طبا إلى حل أزمة السكن من خلال برامجهم الانتخابية ويرى المحللون أن في ظل وجود رقيب أعلى متمثل بالولي الفقية فإن جميع الوعود الانتخابية الأخرى للمرشحين تعد مناورات انتخابية لتضليل الشعب لا تتعدى أن تكون حبرا على ورق